بعد غلق دام قرابة الثلاث سنوات ها هو اليوم يعاد بعث قرار إعادة فتح السوق الأسبوع للسيارات المستعملة بتجلبين بولاية بومرداس ليرى النور بقرار من السلطة الولائية قرار الاستئناف جاء بعد طرحه للكراء في عملية مزايدة قدرت قيمتها الإيجارية بـ 13 مليون وثلاثة مئة وستة آلاف وخمسة مئة دينار جزائري فضاء تجاري التاسع لألفين سيارة من مختلف الأحجام قصص له غلاف مالي قدر بـ 3 ملايين دينار جزائري لإعادة تهيئة المكان وتوفير الخدمات الضرورية ليكون فضاء تجاريا بامتياز يعاد على الولاية بالمنفعة إعادة بحث السوق يأتي بعد ركود وانخفاض محسوس في سعر السيارة المستعملة جاء هذا بعد أشهر قليلة فقط من دخول علامة جديدة من السيارات بعد تلعبات مشبوهة وأسعار خيالية حاول فرضها بعض الانتهازيين تصرفات أغضبت المواطن الباحث عن سيارة تتلأم وقدرته الشرائية مع أمل وترقب بإعادة فتح أسواق أخرى